العزيز كريم أحمد موجود في بريتوريا موجود بالتأكيد مع البعثة وزي ما نشايفين كريم بقى هناك الجو الشت ويعكس الجو في مصر عارفيني من ناحية جغرافية منطقة الشمال عكس الجنوب في المواسم بالتأكيد سواء الصيف أو الشتاء فبالتالي برحب بزميل العزيز كريم أحمد مساء الخير يا كريم برحب بيك طبعا كل التحايا لك زميل العزيز محمد سعيد برحب بيك في البداية وبرحب بكل جمهور النادي الأهلي طيب الأجواء عندك واضح أن الجو عندك ساعة شوية أنا عارف مع حلول الظلام درجة الحرارة ممكن تنزل لحوالي سبع درجات أو تمن درجات مئوية النهاردة الجو الصبحي كان عامل إزاي التدريب النهاردة كان فين مقر التدريب أو مكان ملعب التدريب هل قريب من فندو الإقامة آخر الترتيبات مدى التعاون اللي ممكن يكون موجود من مسؤولي نادي سانداونز وأبرز الحاجات اللي انت لمستها من خلال بعثة الأهل واللاعبين سواء على الطيارة أو أول ما وصلتوا فندو الإقامة الحقيقة طبعا زميل محمد في البداية كل الأجواء يعني مؤشر كبير جدا إن شاء الله بإذن الله أن ربنا يكرمنا في هذه المباراة احنا طريق من القاهرة واضح للتركيز الكبير على العبت القائلة والجهاز الفني وعلى مجلس الإدارة وكلمنا على الأمر الخاص بي توفير الطائرة الخاصة والرحلة الشاقة رغم توفير طائرة خاصة لكن رحلة استغرفتهم أكتر من تمام ساعات رحلة شاقة جداً على العبت القتل للنادي القالي لكن العبو واضح تركيزها بشكل كبير جداً لها هذه المباراة عارفين إن التسعية التسعين ديالتانية بكون مختلفة بشكل كبير جداً عكس التسعين ديال أولى ربنا كرمنا الحمد لله في الشروط الأول لسه بقى الشروط الثاني محتاج ترتيبات تفنية وترتيبات دهنية وبدنية وروح كبيرة جدا من العيبة النادي الآلي بنراهن عليها في كل المباراة ومع مرور الأيام إن شاء الله زميلي محمد بس ربنا حافظ على عيبة النادي الآلي من الإصابات ومع مرور الأيام بإذن الله ومعد المباراة يوم السبت إن شاء الله يكون التوفيق مع النادي الآلي الرحلة زي ما قلنا طبعا محمد يعني 8 ساعات وصلنا إلى بريتوريا يعني فندق وقامة مش الفندق المعتاد اللي كان فيه بينزل النادي الآلي لكن فندق جيد بيساعد بشكل عامل النادي الآلي على التركيز كل طبعا الجهاز الإداري من أول كابتن سامير كابتن مهار عبد العزيز كابتن واي الإدارين اللي بيقوموا بدور كبير جدا بالتنسيم على الكابتن سيد عبد الحفيز الخبرة الكبيرة طبعا فيها الإدارة ومديرة الكرة الواعي بشكل كبير جدا وبيحاول كل كبيرة وصغيرة يكون نواف عليها في مباراة مهمة وفي جنوب أفريقيا تحديدا أنت عارف محمد فيه بعض المحب هنا في جنوب أفريقيا وأنت كنت متواجد أكتر من مرة وعارف الناس المصرين هنا بيخدموا لنادي الآلي إزاي وبيحبوا لنادي الآلي إزاي فكل الأمور دي إن شاء الله مدي أنا مؤشر كبير أن ربنا يكون موفق لعيدة النادي الآلي وأيضا كمان الجو العام الجو العام كان أنت زكرت أنا عايز أقول لك أن محمد من برحة دركة حركة سبعة وتوصل كمان ستة وتوصل كمان خمسة فأمر طبعا يعني ما بنشوفوش بشكل كبير جدا في مصر هنا بنشوفه على فترات لكن ما بنشوفوش أمر بيكون صع ثلاثة عصرا بتوقيت المباراة الجو كان مميز جدا فيه شمس لكن مش الشمس القوية شمس فيه برودة شمس فيه هوا ده جو كورة كويس جدا يساعد لعيدة النادي الآلي على أداء مباراة تيكتيكية وبدنية ودينية كبيرة جدا وده اللي إن شاء الله بإذن الله بنأمله من لعبية النادي الآلي النهاردة محمد التدريب الأول لفريق النادي الآلي كان على الملعب الخاص طبعا بيه المدينة الردية بجامعة تيبريتوريا أنت عارف هو قريب شوية من فند الأقامة يعني قدر نقول سب ثلاثة أو الساعة اثنين تحركنا بيكون بعض الزحام شوية لكن الحمد لله الأمور بيكون طيبة جدا وصلنا الحمد لله في معادنا لكن الجرعة التدريبية ما كانتش قوي يا محمد نهاردة انت عارف يعني المجود الكبير بنسبة رحلة للطيران كانت أمس كانت كبيرة جدا وقوي جدا على عيبة النادي الآلي فالنهاردة يمكن مستر بيتسو موسيماني يحب إن هو يعمل تدريب خفيف تدريب بيحاول إن هو يعمل ريكافري لعيبة النادي الآلي بعض المربعات حاجات بسيطة جدا كلها فيها نوع من الفن في نوع من اللي إنه طبعا ما بقاش فيه استرس على اللعيب ما بقاش فيه تاكتك ما بقاش فيه كرصات الحاجات الكبيرة جدا دي لأن اللوت كان كبير جدا على لعيبة النادي الآلي أمس لكن غدا إن شاء الله يكون التدريب الرئيسي والأساسي والأول لفريق النادي الآلي على أيضا كمان هو ملعب المدينة الرديا بجمعة بريتوريا الأمور مطمئنة محمد حتى هذه اللحظة بالنسبة للجو بالنسبة لعيبة النادي الآلي بالنسبة لحالة التركيز اللي احنا شايفنا وبالنسبة كمان للاجتماعات الم مكسافة من بيتسو مسماني المدير الفني مع الجهاز الفني بالكامل الكل بيعد الكل بيتابع فيديوهات على طول بيتفرجوا عليها على طول بيتكلموا مع اللعيبة فالحمد الله يعني قد نقول لي اليوم الأول حتى هذه اللحظة ماشي بشكل طيب جدا يا رب ان شاء الله يستمر حتى يوم الجمعة يوم المؤتمر الصحفي اللي بيأسبق المباراة ب24 ساعة ويوم السبت ان شاء الله بقى يكون لكل حدث الحديث وكل عيبة النادي الآلي في قوة في قوة كبيرة جدا وأيضا كمان على قدر المسؤولية زي ما عودنا لعبة النادي ال� زميل العزيز كريم أحمد أنا بشكرك شكرا جزيلا لسه عندنا بتاكيد تخطية خلال التلاتيام القادمة هسألك بقى الفترة الجاية بقى على الإجراءات الاحترازية والفقاعة الطبية وأيضا كمان المسافة بين فندق الإقامة بعد تغيير وبالتاكيد عكس ما كانت في الرحلات السابقة وها المسافة ما بين الفندق وملعب التدريب ممكن تكون قد إيه لسه في كلام كتير لكن بتاكيد مع وجود البيعثة في بريتوريا هيكون في تفاصيل أكتر خلال الأيام القادمة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم بقى فقرات برنامج التريند وفقر التريند الأهلي